اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن المبعوث الدولي الى سوريا سيفان ديمستور الخميس ان مناقشة تجري حاليا بشأن توسيع مناطق التهديئة في سوريا واوضح ديمستور ان مناطق التهديئة هي مرحلة انتقالية لتهديئة اشمل في البلاد مشيرا الى انه تتم مناقشة مناطق اخرى للتهديئة غير التي نص عليها اتفاق استانا بدأت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتطهير الصحراء الغربية لمحافظة الانبار من غناصر داعش بعد سلسلة هجمة تنشنوها على حرس الحدود بحسب ما افاد ضباط عراقيون وبدأت العملية التي يسندها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ويشارك فيها مقاتل العشائر بدأت من منطقة الكيلو مئة وستين باتجاه جنوب الرطبة التي تضم جيوبا لداعش بحسب عقيدا في الجيش واكد قائد عمليات الانبار اللواء الرقن محمود الفلاحي هذه المعلومات موضحا ان الهدف من العملية العسكرية هو مطاردة فلول داعش والخلايا النائمة في الصحراء وتدمير معسكراتهم في الصحراء الجنوبية للرطبة قتل مدنيا واصب سبعة اخرون بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق شمال العاصمة بغداد واوضح مصدر امني في الشرطة ان السيارة المفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة الشعلة ذات الغالبية الشيعية شمال بغداد واعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال عدد من المطلوبين والعثور على عبوات نازفة اضافة الى تفجير منزل مفخخ في ثلاثة مناطق بالعاصمة بغداد قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان 1631 مواطنا يقاتلون في صفوف التنظيمات الارهابية 864 منهم يقاتلون في صفوف داعش وتحدث البيان عن التحاق 284 امرأة و333 طفلا في بؤر التوتر الى جانب مقتل 558 في الساحتين السورية والعراقية وفي سياق متصل اعلن البيان عن تمكن الداخلية من تفكيك 16 خلية ارهابية العام الماضي كانت تعد لارتكاب اعمال الاجرابية تستهدف امن وسلامة المغرب قتل قيادي في ميليشيات الحوثي واثنين من مرافقه في معارك مع المقاومة الشعبية بمحافظة الشبوى اليمنية واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة والانقلابيين في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان في شبوى اسفرت عن قتل القيادي الميداني شرف علي جاهم شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مباراة ودية للهوكي على الجليد في مدينة سوتي الروسية وشارك في المباراة وزير الدفاع سرجي شويغو وحدد من المسؤولين اضافة الى رياضيين الروس واجانب الى اللقاء